نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مصادر قولها أن قيادة الجبهة الشمالية تستعد لهجوم واسع على لبنان أوضحت أن الجبهة الشمالية تنتظر قرار القيادة السياسية وقالت المصادر أن إسرائيل تحاول توصل الاتفاق فيما يتعلق بالشمال وأن نجاح المساعي متعلق بحزب الله مع تزايد الهجمات بين جماعة حزب الله في لبنان والجيش الإسرائيلي قال مسؤولنا أمريكيون لشبكة سي بي أس إنهم يتوقعون توسيع ساحة الحرف في لبنان لافتين إلى أنهم يفسرون الضربات الإسرائيلية الأخيرة داخل لبنان على أنها تمهيدا لساحة المعركة قبل هجوم كاسح أشاروا إلى أن حجم الهجمات الصاروخية على إسرائيل قد تؤدي لحرب غير مقصودة مع حزب الله يزور وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالانت الولايات المتحدة خلال أيام من أجل بحث التطورات في الشرق الأوسط أوضحت هيئة تلبات الإسرائيلية أن الوزير جالانت سيبحث بحث نقل الأسلحة إلى إسرائيل بشكل عاجل واحتمال نشوب حرب في الشمال مع حزب الله في لبنان كذلك أرحب الآن للمزيد من النقاش مع ضيفي من واشنطن ريتشارد ويدز كبير الباحثين في معهد هاتسون للدراسات الاستراتيجية أهلا بك معنا سيد ريتشارد في ألوان الشرق للليلة في ظل القلق حول التصعيد إذن بين حزب الله وإسرائيل أعلى الحدود ما مستقبل هذا التصعيد برأيك هل نتجه لجبهة مفتوحة وحرب شاملة أود بداية أن أشكركم على استضافة وأتمنى عيدا مباركا للمشاهدين الكرام هذا الأمر ليس بجديد ونحن نسمع هذه التهديدات منذ أشهر الآن ولكن ما يختلف الآن هو التصعيد المستمر في حين أن الحرب في غزة قد تراجعت وطيرتها احتمالا تتراجع وطيرتها بعد عمليات الرفح وبالتالي قد يعتقد الإسرائيليون أنهم أحكموا السيطرة على الوضع في غزة بما يكفي ويمكن أن يحاولوا أن يبعدوا حزب الله عن الحدود وكما تعرفون هناك آلاف الإسرائيليين وأيضا الكثير من اللبنانيين الذين ابتعدوا عن الحدود بسبب القتال وهناك ضغط على الحكومة الإسرائيلية لسماح لهؤلاء بالعودة والضغط متزايد في هذا السدد وبالتالي قد تحاول إسرائيل أن تهدد لإبعاد حزب الله عن الحدود وإذا فشل ذلك تلجأ إلى القوة وهذا ما يقلق واشنطن سيد ريتشارد هذا اندلاع حرب شاملة ما شكل هذه الحرب سيكون كيف تتوقع واشنطن انتهاء هذه الحرب الأهم هل واشنطن مؤهلة لذلك نظرا للتوقيت مع اقتراب الانتخابات الأمريكية هي تحاول بإخماد جبهة قطاع غزة والتوصل لحل واتفاق فيما يتعلق بهذه الحرب ستغلق الحرب في غزة وتفتح حرب مع جبهة حزب الله في لبنان بكل تأكيد أن واشنطن منذ بداية الأزمة في أكتوبر تحاول أن تمنع التصعيد والوضع صعب بما يكفي مع ما يحدث في اليمن ومع الحوثيين والتهديد للقوات الأمريكية في العراق فمعركة في شمال إسرائيل وجنوب لبنان سوف يكون أسوأ ربما يحد حزب الله من رده ويكتفي ببعض الصواريخ وبعض القوات على الأرض ويتراجع بعد ذلك ولكن في حرب مفتوحة يمكن لحزب الله أن يطلق ألاف الصواريخ والمسيارات وبخلاف تلك التي وصلت إلى إسرائيل في أبريل من إيران هذه سوف تحتاج إلى دقائق وليس ساعات لتصل إلى إسرائيل الولايات المتحدة على الأرجح سوف تحاول أن تساعد إسرائيل على إسقاطها ولكن لا شك أن بعض هذه المسيارات والصواريخ سوف تصل إلى هدفها وهذا سبب لإعادة إيران بعد الانتخابات إذن إعادة إيران إلى النزاع إذن واشنطن تحاول أن تعمل مع جهات مختلفة لإقناع حزب الله بأن يبتعد عن الحدود قبل أن يكون هناك أي تصعيد في الأزمة سيد ريتشارد برأيك هل فشلت إسرائيل في حماية نفسها دون دعم أمريكي مباشر؟ لما كنت أقول أنها فشلت ساعدت الولايات المتحدة كثيرا في الدفاع عن إسرائيل في الهجمات السابقة ولكن سبب ذلك هو أن المسيارات والصواريخ عبرت فوق الخليج ومناطق أخرى حيث كان هناك قوات أمريكية بأعداد كبيرة وهذا ساعد كثيرا من دون ذلك لكانت تعانى إسرائيل بعض الخسائر ولكن على الأرجح كانت سوف تستطيع روم ذلك مواجهة هذا الهجوم أما الوضع مع حزب الله مختلف بسبب المسافة فهذا أصعب بكثير بالنسبة لإسرائيل أو الولايات المتحدة أو جهة أخرى من الدفاع من صواريخ تطلق من هذه المسافة القريبة والمشكلة نفسها مطروحة بين شمال وجنوب كوريا سيد ريتشارد نظرا لكل المعطيات إلى أي مدى هناك تخوف أمريكي من تدخل إيران في هذه المعركة مع حزب الله القلق متدنل ولكن أكثر مما كان عليه في أبريل كان هناك اعتقاد دوما أن إيران لن تشجع حزب الله على أن يهجم على إسرائيل إلا إذا إسرائيل هجمت على المنشآت النووية الإيرانية أو كان هناك حرب مفتوحة التحدي أمام إيران إذا ما هجم حزب الله فهذا سوف يكون مرة واحدة لا أعتقد أن إسرائيل سوف تسمح لحزب الله بأن يستمر كما فعلت أيضا مع حماس وإيران سوف ترغب بإنقاذ حزب الله من أن ينخرط في أزمة كبيرة شبيهة بالحرب في غزاوة لكن لا نعرف إذا سوف يكون هناك رئيس جديد في إيران والحسابات مختلفة ربما يعتقد أن الولايات المتحدة ضعيفة وهناك قلق هنا من هذا الأمر أشكرك جزيلا شكور كنت معنا من واشنطن السيد ريتشارد ويتس كبير الباحثين في معهد هاتسن للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك تاريخيا يعود إلى قنون خلت وعليه تعاقبت حضارات وعرف كذلك حروبا وسرعات عني بحديث هنا جنوب لبنان الواقع في عين العاصف الآن فوتيرة الاشتباكات والاستهدافات بين إسرائيل وحزب الله ترتفع والخوف كله أن يتطور الاشتباك إلى حرب شاملة تهدد بها إسرائيل وترقبها حزب الله كما ترون على هذه الخريطة هنا يقع جنوب لبنان حيث تحده سوريا من الشماء أو من الشرق ومن الجنوب إسرائيل التي تتاخمه عند الحدود أما مساحته فتصل لقرابة 1045 كم مربع ويبلغ عدد السكان نحو 800 ألف نسمة وتشكل هذه المنطقة جزءا مهما من لبنان أما سياسيا فكان الجنوب اللبناني حاضرا في صراعات ومعارك عدة مع إسرائيل حروب ومعارك عدة دارت على أرض الجنوب وآخرها حرب لبنان عام 2006 وفيها تعرض الجنوب لقصف عنيف وتدمير ممنهج من قبل إسرائيل هنا لابد أن أذكر لكم أن الجيش الإسرائيلي وخلال حرب شنها على لبنان عام 1978 تمكن من احتلال الجنوب حتى نهر الليطاني وهذه الحرب أجبرت قوات منظمة التحرير الفلسطينية على انسحاب شمالا أما القوات الإسرائيلية فبقيت هناك إلا الآن اعتراضات الحكومة اللبنانية على الاجتياح الإسرائيلي أدى إلى إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 425 والذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية إضافة إلى إرسال قوة حفظ السلام إلى جنوب لبنان والتي وصلت فعلا في العام نفسه واتخذت من النقورة مركزا لها لم تلتزم إسرائيل بقرار الأمم 425 بل بالعكس نفذت اجتياحا ثانيا للبنان وهذا عام 1982 واحتلت إسرائيل بموجبه نصف لبنان بما في ذلك الجنوب وذلك من أجل إخراج آلاف من المقاتلين الفلسطينيين التابعين لياسر عرفات من العاصمة والجنوب وكان لإسرائيل ما أرادت فعلا وغادر المقاتلون الفلسطينيون لبنان إلى تونس برعاية دولية بعد مغادرة المقاتلين الفلسطينيين انسحبت القوات الإسرائيلية من بيروت نهاية سبتمبر 1982 وباقيت في الجنوب لمدة 18 سنة تقريبا ثم انسحبت من دون اتفاق مع لبنان في مايو من عام 2000 هنا تدخلت الأمم المتحدة ورسمت في العام نفسه ما يعرف بالخط الأزرق أو خط الانسحاب وهو خط يبلغ نحو 120 كيلومتر لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان هذا الخط لا يمثل بأي شكل من الأشكال حدودا رسمية بين البلدين فلبنان يختلف مع إسرائيل في 13 نقطة حتى الآن وهذه النقاط تمتد من مزارع شبعة إلى بلدة النقورة في قضاء صور بمحافظة الجنوب الجنوب كان ساحة لحرب أخرى وقعت في يوليو عام 2006 طرفاها حزب الله وإسرائيل وهنا تبنى مجلس الأمن في أغسطس القرار 1701 قرار يدعو إلى وقف العمليات القتالية وانسحب القوات الإسرائيلية إلى موراء الخط الأزرق ونشر قوات لبنانية بتعاون مع اليونيفل